ذكرى الشابي وقت لي حضرت في برنامج فكرة سيمي الفهري مع الهدي زعية ما حكيت على توفولتها وكيفاش تربيت خاصة وانه هي عاشت مع ابوها وزوجته قالت لبوها تقريبا تزوج 4 او 5 مرات لكن حكيت على برشة مواضيع قالت اللي هي مرة مشي تتحقق بسبب نقود مزيفة ووضحة اللي هي تعرضت معناها للتحير كانت تخدم في محل وكيف يخلصوها هي معناها تعرفهم بالكدير ما تحسبش وراهم والكل النهار اللي مشيت تقضي في قضية تفاجأت اللي الفلوسة دي كمزيفة فاقت تصلت بشرطة وشرطة مشيوا للمحل اللي خدمت فيه وتبين اللي هما زيدا ما يعرفوش معناه قادين يخل في فلوس وهي مزيفة هما من غير قصد معناها اعطاوهيلها حكيت على توفولتها زيدا اللي عاشتها توفولة صعيبة وحكيت زيدا على مشكلة صارت بينها وبين زوجة ابوها مرة اللي هي تثبت في انها تطيحة صغيرها عليش الخطر هي كانت قالت اللي هي كانت تكرهها وما تحبهيش لكن فما نهار مرتبوها قادت سايق وهي دخلت فتعركت معاها وعملت لعركة وكل شنوها عملت مشيت تثبت الزيد في الداريخ هي زلقت مرتبوها وهذاك اللي انتج عليه معناها انها طيحة صغير وحرمتها باش ما تجيبش صغار وقالت ذكره اللي هذي عميل معناها متاع صغار ما تقصدش وعملتهم في وقت معين معناها متاعتيش صغر وقالت اللي هي ام اللي عمرها في 18 سنة تعيش وحدها ما تعيشش معناها مع ابوها لانه ابوها متزوج معنا كيما قلت قلت هي باربع ولا خمس انسي دونك ما تعيشش معاها توا وهي مستقلة بذيتها وتعيش وحدها ترجمة نانسي قنقر